اشتركوا في القناة في هذه القضية التي عمرت لعقودة وكانت إسبانيا أحد أسبابها كما أن زيارة سانشيز للرباط وضعت وفق العديد من المتتبعين للقضايا الإقليمية في المنطقة حدا لأي محاولة ضغط من أطراف أخرى داخل إسبانيا أو خارجها مثل الجزائر على سبيل المثال من أجل تراجع مدريد عن موقفها الجديد خاصة أن الجزائر كانت قد اتخذت خطوة احتجاجية تتمثل في استدعاء السفيرية مباشرة بعد إعلان سانشيز عن دعم المقترح المغربية لحل نزاع السحراء في رسالة بعث بها إلى الملك محمد الثالث في 18 مارس الماضية وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أنها استدعت سفيرها لدى مدريد من أجل التشاور عقب الموقف الجديد الذي أعربت عنه مدريد بشأن قرية السحراء ومنذ ذلك لم تصدر الجزائر أي تطورات أو مستجدات بشأن ذلك ولا يعرف ما إذا كان السفير الجزائري عاد إلى منصبه في مدريد أم أنه لازال في الجزائر حيث لجأ قصر المرادية للصمت إلى حدود الساعة ووفق ذات المتتبعين فإن هذه الخطوة الجزائرية على ما يبدو أنها لم تنفع لثني مدريد عن خطوتها الجديدة وتعتبر الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب أبرز دليل على ذلك حيث أثثت هذه الزيارة لمرحلة جديدة في العلاقات التنائية بين البلدين يصعب الإخلاف بوعودها ويبدو أن الحكومة الإسبانية ستكون أمام قضية جديدة تتعلق بالجزائر بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية مع الرباط حيث سيكون عليها إعادة العلاقات مع الجزائر إلى سابق عهدها ومحاولة إعادة الأمور إلى نصابها بعد الغضب الجزائرية من موقفها من قضية الصحراء المغربية لكن حل الأزمة الإسبانية الجزائرية لن يكون على حساب الصحراء المغربية حيث حسمت مريد كل شيء مع الرباط في هذه المسألة هذا وتجر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية عادت للتطبيع الكامل بعد حوالي سنة من التوتر والجمود جراء استقبال إسبانيا في أبريل 2021 لذعيم المرتزقة بطريقة سرية من أجل تلقي العلاج من إصابته مما قيل فيروس كورونا المستجدة وهو ما اعتبره المغرب ضربا لعلاقات حسن الجوارة وظلت العلاقات التنائية في شد وجذب إلى أن أعلنت مدريد تغيير موقفها من قضية الصحراء في الثامن عشر مارس الماضية لتعود بذلك العلاقات إلى طبيعتها وقد جاءت زيارة الثانشيذ أمث إلى الرباط للتأكيد على بدء صفحة شديدة بين البلدين وقع المغرب وإسبانيا على خارطة طريق دائمة وطموحة تتضمن العديد من العناصر من بينها الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم وإعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين وإطلاق الاستعدادات لعملية مرحبة واعتمد المغرب وإسبانيا بيانا مشاركا في ختام المباحثات التي أجرها الملك محمد الثالث ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيذ الذي يقوم بزيارة للمملكة في إطار مرحلة جديدة للشراكة بين البلدين وجاء في البيان الختامي أن الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيذ إلى الملك محمد الثالث يوم الرابع عشر مارس الفين واثنين وعشرين والمحادثة الهاتفية بين جلالته ورئيس الحكومة الإسبانية يوم الواحد والثلاثين مارس فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وأكد البيان أنه وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية روابط الاستراتيجية التي تجمعهما والتطلعات المشروع لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء فإنهما يود الشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهم التنائية وفضلا عن استنادها إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين فإن المرحلة الجديدة وفق البيانة تستجيب لنداء صاحب الجلالة الملك محمد الثالث بتجشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين والملك فليبي الثالث للسير الثوية لتجسيد هذه العلاقة الجديدة كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية بيرو سانشيز لبناء علاقة على أسس أكثر ثلابة وأوضح البين الختامي أن البلدين يعتذمان وضع خارطة طريق دائمة وطموحة وتابع أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تشكل لحظة مهمة لتأثيذ خارطة الطريق المدكورة وتحديد الأولويات للإجتماع المقبل الرافيع المستوى المقرر عقده قبل نهاية الثنة الجارية وتتضمن خارطة طريق العناثر التالية أولا تعترف إسبانيا بأهمية قرية الصحراء بالنسبة للمغرب وبالجهود الجادة ودات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه وفي هذا الإطار تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الداتية التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع ثانيا سيتم معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشرك بروح من الثقة والتشاور بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع ثالثا سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم بما فيها الترتيبات المناثبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البرية والبحرية سيتم إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات وفي نفس الإطار سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبة ثادثا سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحرية على الواجهة الأطلسية بهدف تحقيق تقدم ملموس ثابعا سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية ثامنا سيتم إعادة إطلاق وتأثيذ التعاون في مجال الهجرة وفي هذا الإطار سيجتمع الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة قريبا سيتم القيام بتنصيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الربط للفترة 2022-2023 بشكل يصلت الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال لصالح مقربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة سيتم إعادة تفعيل التعاون القطعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشاركة من بينها الاقتصادي والتجاري والطاقية والصناعي والثقافية سيكون تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع الشماع سيعقد قريبا سيشكل مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة ولهذا الغرض سيتم إحداث فريق عمل متخصص سيتم تعزيز التعاون التقافي وفي هذا الإطار سيتم إحداث فريق عمل قطعي في مجال التقافة والرياضة كما سيتم إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة التقافات الثلاثة سيتم رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحدثة أو المفاعلة للاجتماع رفع المستوى سيبدأ البلدان في التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991 على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات التنائية في السنوات المقبلة سيقوم صاحب الجلال الملك محمد الثالث وفخامة رئيس الحكومة الإسبانية بيرو سانشيز بتعين لجنة مكلفة بالسهرة على تنفيذ هذا البيان في أجل ثلاثة أشهر شركة عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية تقرر افتتاح مركز عمليتي للأمن السبراني بالمغرب قررت شركة الثالثة الأوروبية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات العالية بناء ثادث مركز عمليتي للأمن السبراني بالمغرب ليصبح الأول بإفريقيا وسيمنح هذا المركز خدماته للإدارات والشركات الإفريقية من أجل تأذيذ الأمن السبراني بالقارة والحماية الآنية من الهجمات الإلكترونية ويأتي هذا الاستثمار النوعي ليعزز مكانة المملكة بالقارة ويرفع جودة الاستثمارات التي تتوجه نحوها وقال هشام لعلج الرئيس التنفيذي لشركة طالثة المغرب إن إطلاق مركز عمليات الأمان هذا يعكس تطلعات المجموعة لدعم تطوير أنظمة الأمن في إفريقيا مع الاستجابة بأكبر قدر ممكن لاحتياجات عملائها وأضاف في بيان تفتخر طالث بقدرة على تعزيذ خبرتها ومعرفتها في مجال الأمن السبرانية في المغرب وفي خبر آخر يقوم وفد برلماني مغربي يقوده رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي بزيارة عملي يومي الأربعاء والخميسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ويرافق الطالب العالمي خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوتنا من روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبية وفد يضم بالخصوص لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشاركة بين المغرب والاتحاد الأوروبية والكاتب العام لمجلس النواب ناجب الخدي وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البرلمانيين حيث سيجري خلالها الطالب العالمي محادثاتنا مع رئيسة البرلمان الأوروبية وكدام عدد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين من بينهم رؤساء مجموعاتنا ولجانا وبنفس المناسبة تترأث ميتسولا رفقة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبية بينا بيسيرنو اشتماع وفد البحر الأبيض المتوسطة حيث ستثلم رسميا رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة إلى العالمي وسيقدم الطالب العالمي بصفة الرئيس الجديد لهذه الجمعية البرلمانية المتوسطية الأولويات السياسية للرئاسة المغربية بالإضافة إلى جدول أنشطتها وأجرى رشيد الطالب العالمي مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبية روبيرتا ميتسولا تمحورت حول ثبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين وفي تصريح للصحافة صرحت ميتسولا بلقاء جيد جدا مكن من مناقشة عدة مواضيع ذات ثلة بالتعاون التنائية بين المؤسستين وتبادل وجهة النظر حول ثبل تعزيز العلاقات الراثخة مع المغرب شريكي وصديق الاتحاد الأوروبية كما عبرت عن إرادته خلال فترة عملها كرئيسة للبرلمان الأوروبية في العمل على تأثيث هذا التعاون الوثيقة للغاية بين المملكة والاتحاد الأوروبية